فانت يا برج القوس لازم تتعامل مع حزنك للمضي قدما يعني في منكم اللي حزين كتير كذلك فممكن لبعضكم عم قول لبعضكم ما للكل ممكن لبعضكم فانت الشخص الذي يخدع شركه معه معك بمعنى شي حدا ميتزوج وعم يخدع الشريك اللي معه معك انت فانت الطرف الثالث بهذا المعنى يعني بتشوف حالك طرف الثالث وحاسس حالك ضايع يعني ومش عارف الموضوع بشكل مضبوط كأنه الشخص الاخر يعني ما حكي لك الحقيقة كذلك عم شوف في ناس يعني عايشين بحوارات ترترا مع من حولهم أو مما عم بيعانوا من أشخاص عم يحكوا عليهم يعني بشكل ممليح وهذا الشي عم بحسسهم بالظلم أو حتى موقفك ممكن يتعارض مع هدول الناس وأنت تعبت من الوضع هذا ففي الحالة هذه الورق بيقلك يا برج القوس يجب عليك التحلي بالصبر وأن تتيح لقلبك الفرصة للشفاء وأن تتبع قلبك بشكل خاص كذلك يدعوك الورق إلى الإفساح عن مدى اهتمامك بالناس اللي حواليك وتحويل هذه المشاكل أو التحديات لصالحك فالأمور يا برج القوس رح تتحسن سواء كان هذا زواج أو أسرة أو حتى اللي بينتدروا خبر حمل أو ولادة فالأمور رح تكون طيبة يا برج القوس فقط عليك بالصبر وكيف ما قلنا بالأول فقط توكل على الله والآن سوف ننتقل إلى ما هو عاطفي لأن الناس أكثر شي بيتلبوه هو الشي العاطفي فأنا حاولت أختصر رح نبلش بصراحة عم شوف طاقات كثيرة طالها عندي في طاقة مطلقين منفصلين في ناس عندهم خيبة أمل في بداية جديدة فيه شغلات يعني طاقات كثيرة فرح نحاول أنه نتخبركم أكتب الطاقات الموجودة عندي أولا شايفك يا برج القوس إنسان روحاني وطاقتك روحانية عالية كذلك شايفك عم تفكر كثير في شخص معين ممكن يكون الشخص هذا قاطع معاك أو طريقته في التعامل معاك يعني جافة أو حتى ما عم يحسسك بقيمتك أو بقيمة وجودك في حياته فمنكم اللي شايف الشخص هذا هو الشخص المناسب لإله وحاسس إنه الحد كله وشايف إنه لازم يكون حدك ولكن الشخص هذا يعني كإني عم شوفه قاطع معاك وإنت بتعزه كثير كذلك في اللي يتعرض للصدمة كانت صدمة ثقيلة نتيجة خيانة أو الطلاق انفصال الحبيب تركوا لإني شايفكم زعلانين بعد الحب والحسرة موجودة جواتكم بالرغم إنه الشي اللي صار صار ولكن الزكريات يعني بعدها عم تحاصركم كذلك شايف حلم ناس تكسر فممكن تكون هذي علاقة تولاتية لإني عم شوف أشخاص حواليكم ولكن شايف منكم اللي عم بيعيد ترتيب أوراقه وأموره من جديد وعم بيبلش بداية جديدة فممكن يا برج القوس في عندك رجوع من الماضي لإني شايف الحبيب يعني كأنه مر بتجربة قاسية سواء كنتوا يعني منفصلين أو مطلقين لإني شايفها عم ياخد فترة راحة وعم يعمل استشفاء وشايفها متواصل معاك يعني عم شوف في تواصل فكري بيناتكم يا برج القوس فالحبيب حاليا شايفها بياخد فترة راحة لأنه مر بتجربة قاسية متل ما قلت الكون وعم بيفكر في الشي اللي صار معاكم كذلك كذلك شايفه في منكم يا برج القوس اللي عم بيراقب الحبيب يعني على السوشيال ميديا هيك وعم يتقسى أخباره وعم بيراقبه وعمل حاله مختفي فأنت يا برج القوس في منكم اللي عامل حاله مختفي يعني بختفي عن الأنظار يعني كأنه عم بيخبي مشاعره وعمل حاله خلاص نسى الموضوع ولهم والشي ولكن شايفاء بالورق بعدك بتحب الحبيب فأحسن شي يا برج القوس بالحالة هذي يعني أنك تخلي الموضوع على الله وتتوكل عليه وتحاول تحسن وتحس كذلك بالطاقات التي تدوره حولك شايفه فيه تعلق يعني فيه تعلق عندي بأشخاص معينين طلعوا من حياتكم بس بعد ما عم شوف يعني فيه تعلق بهالناس هذول كذلك شايفة منكم يا برج القوس يعني اللي عنده إحساس بالفقدان كأنه خسر حدا بيحبه سواء كان الزوج أو أبوه أو حدا من العيلي أو الحبيب فكأنه هالإحساس هذا عم بيخليك تعمل حاجات يعني لا تتوافق مع شخصيتك ومعك أنت شخصيا مثل العصبية التفكير الزائد التفكير السلبي حزن عم تطلع كتير يعني عم تخرج تعمل شغلات عشان تنسى فأيا كان الشخص هذا فهو متواصل معك بالروح وأنت كذلك قادر أنك تتواصل مع الشخص هذا لأنك شخص روحاني كثير ولديك القدرة على التواصل فخلي الأمور تمشي لوحدها لأن الله سوف يساعدك كذلك في اللي بتمسك بالماضي وعايش في الأخبطة فأنت أول ما هتقرر أنك تترك الماضي سوف تصبح قادرا على المضي قدما يعني أنك تعمل شفاء وتشوف الأمور صح فالشخص هذا هو بعده بيفكر فيك بس هو ما متخد قرار يعني بيفكر في الشي اللي صار حتى إذا كان الانفصال اللي بناتكم أو الشي اللي صار إلو مدة طويلة بعده في أفكار في شي كأنه في تواصل هيك شغلة ففي بداية جديدة عم شوفها قدامي في منكم اللي عنده حب جديل دخل حياته أو رح يدخل حياتك وشيفه منكم اللي فرحانين بالشي هذا فرحانين بالشخص هذا أو البداية الجديدة وإذا بعده ما دخل حياتك في شخص جديد جاي بالطريق رح تكون سعيد بدخول الشخص هذا والبداية الجديدة هذه التي ستكلله إن شاء الله تعالى بالزواج بعد تجربة قاسية مررت بها في عندك بداية جديدة بعد تجربة قاسية مريت بها أو ظروف صعبة يا برج القوس خصوصا أنك أنت أصلا يا برج القوس يعني إنسان مكافح ولا تستسلم بسهولة في طاقات عندي كثيرة بصراحة في منكم كذلك اللي تعرفوا على شخص جديد وحاسين معه بالأمان ولكن بعدهم عم بفكروا بالحبيب القديم وتعبانين من الموضوع فكأن شايفك شيء الأحمال من الماضي يعني خداع حبيب تركك وطلع من العلاقة فجأة الحبيب اختفى شي طلاق في منكم اللي يعرف إن الحبيب بيعرف بنات كثير وهذا الشي جرحه من جواته وخلاه في مفترق الطرق عم تفكر إنت شو راح تعمل بالوضع هذا فأول شيء فيه تعلق عندي إنتوا لازم تفكوا التعلق هذا في منكم اللي بيراقب كثير خفوا شوية مراقبة كذلك في منكم اللي شايفاكم متواصلين ومركزين على التواصل الروحي مع الحبيب كأنه في جذب إرسال رسالة للحبيب عمل استشفاء روحي كذلك في منكم برج القوس هناك شخص يا برج القوس بيراقبك وبيفكر فيك وبيحبك يا برج القوس وحاطة تعينه عليك وعايز معاك بداية وهذا الشخص هو من النوع اللي بياخد وقت قبل أن يتخذ أي خطوة كذلك يا برج القوس عم شوف في حدا بيراقبك على السوشيل ميديا ممكن يكون هذا الشخص من الماضي كأنه من الماضي عن براقبك على السوشيل ميديا فكون حذر كأنه أنت ما بتعرف كذلك في شي حلو في منكم اللي عنده شخص مهتم به جدا وهو السلميت فإذا كنت تعرف حد يعني بتحبه فالشخص هذا شايفك إنسان مناسب ليه حتى إذا كنتوا يعني منفصلين من فترة لأني شايف الشخص هذا يريد فرصة ثانية معاك في حدا ممكن يكون من الماضي بده فرصة معاك وهو طامع في فرصة جديدة لأن شايفاه ما ضد لك كاس الحب ويتطلع لبداية جديدة معاك فممكن يكون يعني شخص جديد أو شخص راجع يعني من الماضي ولكن بشكل جديد كأنه غير شغلات جواته بحياته وهيك بس هيكون في اختلاف كذلك في منكم يا برج القرص مون شغل بالعمل وفي اللي عاطي ظهره لكل شي وفي منكم اللي عم شوفوا عنده أحمال وأتقال يعني تعبان نفسيا هيك فالأمور رح تتحسن غالبا رح تتحسن الوضع ورح تتغلب على هذه الأحمال ورح تكون في فرحة بنهاية الطريق يا برج القوس في عندك فرحة ولكن الموضوع هذا رح ياخد شوية وقت لبرج القوس بدي شوف شغلة في طاقة ظهر عندي بس حبيت يعني أتأكد منها يعني في منكم اللي تعبانين من شغلات صارت بالماضي ومجروحين وعم يتطلعوا على حدا خدعون أو حبيب اختفى فجأة أو زوج تخلى عليهم بالطريق أو هذا الإنسان زيغ نساء عم يعرف بنات كثير هاي وهاي وهم حاسين أنه اختيارهم كان غلط لأنه الشي اللي صار صدمهم كثير وحطمهم يعني كأنه الشغلات جاية متتابعة وحطم شغلات جواتهم وهم كانوا بيحبوا الشخص هذا وهذا الشي خلاهم في مفترق طرق مش عارفين ياخدوا قرار فأموركم راح تتحسن بالرغم من أنكم مفتقدين يعني عم شوفكم مفتقدين الشخص هذا فأنتوا راح تمسكوا زمام الأمور ورح تطلعوا من الشي اللي صار سواء كانت صدمة علاقة ولاتية يعني كذلك طلعت عندي ورقة يعني كأنه في شخص كذلك في ناس فات شخص على علاقتهم يعني سواء كان من العيلة أو كان شخص يعني منافس لإلك يعني طرف ثالث أو خداع صار معك فالأمور راح تزدهر يا برج القوس لأنه طلعت لك ورقة الحب لإلثون ففي عندكم في عندكم بداية جديدة مع شخص يعني إنتوا بتحبوه أو راح تحبوه كتير أو راح تحبوه كتير فخلينا نشوف طاقتك يا برج القوس خلينا نشوف طاقتكم فشيفاك حاليا يا برج القوس متزن في عندك بداية جديدة لشيء ما سواء كان في المجال العاطفي أو في المجال العملي كأنك حاسس بالقوة لأنه أصلا طلعا لك هون ورقة سترون حاسس بالقوة وبتفكر في مستقبلك سواء كان بدواج من حدا تاني شراء منزل فيه اللي عم بيفكر بمنزل أو سواء كان حمل أو وظيفة جديدة كذلك في منكم اللي عم بيستنى أخبار رسالة اعتضار ممكن من الحبيب أو رجوع لحدا في منكم اللي مستنى حدا من الماضي بتحبه كتير كأني شايفاك منفصل منفصل عن العالم واخد موقف وقافل كل شيء كأنك عم تخبي مشاعرك أو في منكم اللي عم يخفي حاله مختفي وعامل روحك ولا على بالك ولكن في من كون اللي عم بيراقب من بعيد البعيد فكأنك عم تفكر تاخد قرار قرار في موقف شي بدك إياه في علاقة فكنت صبور يا برج القرس لأنه في عندك بداية جديدة جايك بالطريق وفي نجاح عندك يا برج القرس وفي استشفاء جاي بالطريق كذلك بصراحة طالع اللي في منكم يعني طالعا لك ورقة الحظ بس في منكم اللي صار معه وطلاق يعني انفصال بسبب علاقة ثلاثية يعني وخلته حزين ومربط مش عارف ياخد قرار فأمورك وشيفاه يعني لوحده فأمورك رح تتحسن يا برج القرس يعني لاني شايفة في عندك بداية جديدة مع حدا رح تحبوه الموضوع رح ياخد شوية وقت يا برج القرس فأنت لازم تكون صبور وتخلي تتوكل على الله وتخلي الأمور تمشي وتشوف حياتك وتبعد عن الطاقة السلبية كذلك شايفة منكم اللي متعلقين بشخص من الماضي شخص تخلى عنهم أو أو راح وترككم فشايفة ان الحبيب بعده بيفكر فيك يعني شايفة في طاقة تعلق عندي واضحة بينك وبين الحبيب سواء كان طلاق أو انفصال كذلك شايفة في رجوع يعني اللي شخص بتحبوه انت متمسك فيه وفي مساعدة رح تجيك من الله شايفة في عندك مساعدة من الله رح تجيك في زواج لبعدكم بعد استشفاء شايفة في منكم اللي رح يتزوجوا فانت يا برج القرص محتاج انك تتواصل روحيا مع نفسك الداخلية وتعمل استشفاء وتشحن الطاقة الايجابية من خلال انك تترك كل شي على الله وتهتم بنفسك وبصحتك وبلبسك وتتق في استحقاقك لنفسك مثلا انا استحق هذا المنزل انا استحق هذا الزواج او انا استحق فلان فكما يقال انت تجذب ما تفكر به في مساعدة جايك بالطريق يا برج القرص فتقرب من الله وهم المدتيشن شايفة في معجب كذلك عندكم او شخص جديد جايكم بالطريق كذلك شايفة في منكم اللي عم يعمل في تغييرات في حياتهم في ارتباط يعني عندي واضح الموضوع هذا في ارتباط لبعضكم هدول فاقدين الامل وحاملين هموم وما رح يكونوا متوقعين في عندي طاقات كثيرة بصراحة يعني ممكن يعني كل الطاقات ولكن بنسب فعندي طاقة نارية مائية ترابية هوائية فعندي جوزاء طور اسد الجدي ميزان دلو جميع بشوف يعني كل الطاقات بس بنسب بس بشوف الطاقة الهوائية اكتر ترجمة نانسي قنقر